بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وكراء مصنفاته وشرحيا في الدارين آمين وما زلنا في أبواب المقدمة الباب الحادي عشر باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كلام الموتى يعني ربنا أحيا الموتى لسيدنا عيسى فالميت لما يحيا يعود إلى حالته التي كان عليها من كمال فيتكلم إنما إن الميت يتكلم وهو لسه ميت وهو أصلا ميت دي بقى آية أعظم آية أعظم لأنه يتكلم في حال النقص وهو في حال كماله لا يتكلم فدي آية أكثر ومعجزة أشد وأكبر وتكلمنا على حنين الجزع والجزع جماد حن للنبي وكلمه وعرض عليه وسامعه واختار عرض عليه أن يكون معه في الجنة واختار وكلم جبل أحد وجبل أحد جماد وقال لو إثبت أحد وكذلك كلمه الزراع التي سمت وكانت مشوية كل دي تكليم الجمادات له صلى الله عليه وآله وسلم فكل دي مازال الإمام الدارمي في مقدمة يذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها علامة على صدق نبوتي لأن المعجزة أمر خارق للعادة يأتي على سبيل التحدي لمدعي النبوة بمعنى أن عبدي صدقوه بأمارة هذه المعجزة بإسندين المتصلي عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في مسنده الحديث الثامن والستين قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنباءنا محمد بن عمر الليثي عن أبي سلمة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة فأهدت له امرأة من يهود خيبر وكان اسمها زينب يهودية من يهود خيبر أهدت ما قالتش صدقة ليه عشان عارفاً النبي اللي يقبل الهدية ما قالتش صدقة عارف لو قالت صدقة ما كانش حياكل منها لكن هي إيه قالت له هدية أهدت له امرأة من يهود خيبر شاتاً مصلية يعني مشوية يبقى مصلية يعني ايه يعني مشوية مش مقلية يعني تقيم والمصلية اللي هي المشوية بعد ما يشيله جلدها والصميط اللي هي مشوية بجلدها تفهمت الفرق عشان تعرف بس ايه طريقة الطبخ بقربة عشان تعرف تاكل يبقى ايه شاتاً مصلية يعني مشوية فتناول منها النبي ايه وهي سألت قبل كده وهي بتعد الشاة ايه أحب قطعة في الشاة وحبوها هدى النبي قالوا لها الزراعة فسمت الشاة كلها وجات على الزراع اتوسط شوي كترت السم شوي فهمت فالنبي ايه خد الزراع ناول الزراع تناوله وبعدين ينهسه بأطراف أسناني كده فاختلط جزء منها بريقه فأخبرته أنها مسمومة فتركها وأمره استحاباً يكفوا عن الأكل منه حتى أنه لما رموها كالها كلب الكلب يتلوى بعد عدة أيامه مات من السم اللي فيها فهمت لكن اختلط طريق النبي بقليل من سمها فابتلعه لكن الله قال والله يعصمك من الناس يعني لا يقتلك أحد من الناس طالما لم تبلغ دعواتي فهمت ففضل السم يعمل للنبي صداع أصار السم الخفيف ده يعمل له صداع ويعمل له أحياناً حمة فاحتجم على كاهله بسبب هذا عدة مرات ولما خيره الله أن يخلد في الدنيا أو الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى فأطلق السم في بدن النبي بعدما كان منعه أن يؤثر فيه حتى يموت مسموماً شهيداً صلى الله عليه وآله وسلم لكن لو اختار بقاه في الدنيا كان يفضل السم في جسمه وما يشتغلش ربنا قالوا ما تشتغلش يا سم قالوا حاضر على طول كده زي ما قال للنار كده سيدنا إبراهيم كوني برد أن وسلم على الإبراهيم فبقاعد في النار ما يتحرقش يبقى النبي ماشي مسموم وما يموتش لأن ربنا أراد لي أنه يتم الرسالة ولو اختار البقاء ما عمل السم في بدنه مدة بقايا ولكن لما اختار رفيقي الأعلى أطلق السم حتى لأن النبي في فراشي موت قال إيه مازال سم أكلت خيبر يعاودني يعني يعمل لي صداع وآلم كل فترة حتى قطع أبهري يعني إيه كان سبب وفاتي وعشان كده الآية فيها إعجاز أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أو دي للشك يعني هو ربنا مش عارف حيموت ولا يقتل لا دي مش أو بتاعت الشك دي خد بالك دي معنى بل أو تأتي بمعنى إيه بل في كثير من الآيات أو تأتي بمعنى بل أفإن مات بل قتل يعني هو مات في الظاهر أمام الناس على فراش وفي الحقيقة مقتول بالسم فإن تبقى الآية فالآية فيها الإشارة جاء بل كتير أو جاء بمعنى بل كتير في القرآن زي مثلا إيه فكان قاب قوسين أو أدنى بل أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى هو ربنا مش عارفه فين بالزبط لا ده عارف وأو هنا ما تقعش للشك لأن ده كلام خبير وهو رب العالمين يبقى هنا بمعنى إيه بل فكان قاب قوسين أو أدنى يعني بل أدنى فهمت زي برضو سيدنا لوط قال لو أن لي بكم قوة أو قاوي إلى ركن شديد بل قاوي إلى ركن شديد قاوينا بمعنى إيه بل قاوي إلى ركن شديد وهو توكلي على الله وعشان كده الرسول قال إيه رحم الله إيه أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد فهمت يبقى ناخد بالنا أن إيه أفا إماتا أو قتل يعني أفا إماتا بل قتل إيه المهم نرجع لإيه للرواية اللي اختارها الإمام الداريم اللي يحكي هذه القصة فبيقول إيه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة فأهدت له امرأة من يهود خيبرة شاة مصلية فتناول منها وتناول بشر بن البراء بشر بن البراء كان إيه على من نبي أن له ما تكفوا كان هو بلع مرغ وبالع فإيه أصيب بآلام شديد شديدة وعانى لمدة أسبوع عشر تيام كده وبعد الماد العجيب بقى أن الست اللي إيه اللي سمت الشادي اللي زينب النبي إيه استدعاه تعالي ما الذي دعاك أن تسمي هذه الشاة لقد أخبرتني أنها مسمومة قالت له قلت إن كنت نبيا لا يضرك وإن كنت ملك استرحنا منك فالنبي عجب المنطق بتاعها لأنها أثبتت نبوته للعالمين كنت نبيا لا يضرك أهو ما يضرينيش وأخبرتني أنها مسمومة فعفى عنها وأسلمت ثم لما مات البراء قتلها به لما مات البراء بسبب السم قتلها قصاصا لقتل البراء فقامت يبقى عفى عنها من ناحية نفسه كان النبي يعفو أسفل لكن لما أد السم إلى قتل البراء فقتلها قصاصا بس ماتت ماتت مسلمة فالحمد الله برضو ربنا نجاه فتناول منها وتناول بشر بن البراء ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال إن هذه يعني الزراع تخبرني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعتي فقالت إن كنت نبيا لم يضرك شيء وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فقال في مراضه صلى الله عليه وسلم ما زلت من الأكلة التي أكلت بخيبرة فهذا أوان انقطاع أبهري والأبهر اللي هو إيه النياط القلب اللي هو الشريان الرئيسي اللي خارج من القلب اللي هو يسموه الأورطة اللي هو الشريان الرئيسي وانقطاع الأبهر ده معنى إيه؟ معنى الموت المحتم فهمت؟ يبقى ده كناية أو مجاز عن الموت المحتم وعنوبي قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث يحدث أن يهودية من أهل خيبرة سمت شاة مصلية ثم أهدتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذراعة فأكل منها وأكل الرهت من أصحابه معه يعني همه يبقى أكل هنا مش معنى أكل يعني همه بالأكل ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاه؟ فقالت نعم ومن أخبرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني هذه في يدي الذراعة فقالت نعم قال فماذا أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا لم يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاه اللي هو البراء اللي هو بشر بن البراء واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله والكاهل وأعلى الظهر عارف بعد رقبتك كده من الظهر الحتة اللي إيه؟ تعبلك على طول من الظهر دي اسمه الكاهل فاحتجم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة عارف القرن دي حاجة زي كسات الهوى كده يعملوه والشفرة اللي هو بالمشرة يعني تشريط مع كسات الهوى تشفت الدم ده طريقة من طرق الحجامة طريقة ايه سموها طريقة ايه فيه طريقة حجامة جفة اللي هي كسات الهوى بس بدون تشريط وفيه ايه حجامة رطبة اللي هو لما يكون فيها ايه إسالة بعض الدم يعني جمع النبي بين الحجامتين الجفة والرطبة من شدة ايه ما كان منه من ايه من صداع وألم وحمة بسبب هذا السم وهو من بني ثمامة وهم حي من الأنصار وعنه بي قال أخبرنا عبدالله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبره وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات فيها سم 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 بتسليس السين يعني يجوز ايه سم 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 والمصريين يقول لك يا سم يختاروا الكسر المصريين في لغتهم العمية يختاروا ايه الكسر ويا فصيحة ايضا فهمت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه قالوا نعم يا أبا القاسم الأول بيختبرهم إنه هو يعرف الكذب هيسألهم مسئلة ما ليش علاقة بالشيء الأول علشان يبين لهم إنه هو يعرف الكاذب سهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان لوع اليهود على العادة قالوا صدقت وبررت فقال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه تاني حسألكم سؤال تاني فقالوا نعم وإن كذبناك عرفت كذبناك ما عرفته في أبينا شغل تلاعب طول عمر اليهود يتلاعب مع الأنبياء عشان كده ربنا لعانهم فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن أهل النار مين هم الأهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها يعني بقى ربنا جعلهم حطوا جهنم لعناهم لكنهم بيقولك لأ لحنا إيه يعني هندخل النار أيام معدودة كانوا بيقولوا كده على نفسه ليه لأننا شعب الله المختار ربنا مش هيهننا أبدا حتى لو عزبنا يوم ولا اتنين كده ويطلعنا تاني فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام اخساؤوا فيها يعني ايه اخساؤوا يعني ردهم إلى ما هم عليه مع الزلة فالاخساء يعني معنى ايه عد إلى ما أنت عليه في زلة اخساؤوا فيها يعني ايه عودوا فيها إلى جهنم يعني أزلاء والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال هل جعلتم في أذي الشاتي سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك الباب الثاني عشر باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم والسخاء هو ايه من أثار الجود الجود أن تعطي في حاجة اسمها كرم وجود وسخاء الكرم أن تعطي إذا سئلت تبقى كريم محد يسألك هيتديله والجواد يعطي قبل أن يسأل والسخي إذا أعطى يكون سعيد بالعطاء مش أنت بتأطع بتدي لواحد حاجة وندمان إنك بتديله أو زعلان أو قلبك متعلق بما خرج منك لا السخي بقى قلبه مش متعلق بما أنفق بل بالعكس ده لما ينفقه يبقى سعيد كأنه هو اللي حياخده يعني سعادته بالنفقة كسعادة الآخذ بل أشد ده يسموه السخي والسخاء من مكرم الأخلاق كأن الإمام الداريمي بيقولك بعد ما انتهى من معجزات النبي أنه هو بالرغم أنه أوتي من هذه المعجزات الرحة إلا أنه كان من أعظم الناس خلقا أعيز ينتقل بقى إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم وعنه به قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا قال أبو محمد قال ابن عيينة إذا لم يكن عنده وعد يعني إذا ما كانش عنده الآن يوم يوعد وعد يقول له إيه طب تعالي إن شاء الله بعد فترة أكون حضرت لك ما طلبت زي ما قال مرة لسيدنا جابر بره بن عبد الله قال له لو جاءني ماله خيبر لو جاء لي مال البحرين لا عطيتك هكذا 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 يعني ثلاث حسوات فمات النبي قبل أن يأتي مال خيبر مال البحرين فجاء في خلافة سيدنا أبي بكر فسيدنا أبي بكر قال من كانت له عدة لرسوله عند رسول الله فليأتي فجاء سيدنا جابر وقال له لقد قال لي إذا جاء مال البحرين حسوت لك كذا وكذا وكذا فقال فسيدنا أبي بكر أعمل إيه رحس حسوة وقال له كذا عدة فعدها وقال له خد زيها اتنين فيم علشان يوفي بإيه بوعد النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا عارفين برضو قسطة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سأله وكان لم يكن عند النبي أي مال ولا طعام في بيته فقال له ليس عندي الآن شيء ولكن اذهب إلى السوق فابتع ما شئت وقل على محمد صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر كان قاعد إيه زي ما تقول إيه يعني زعل إن النبي بيكلف نفسه فقطاته فقال يا رسول الله ما كلفك الله أن تنفك ما ليس معك فسيدنا رسول الله ما عجبوش كلام عمر بص له كده مداش يرد فقام واحد أنصاري يعرفه من وجه النبي عشان كده النبي كان يربي بالنظرة قالي طريقة التربية بالنظرة إن يظهر في وجهك الرضا أو إيه عدم الرضا يقوم الناس اللي بتحبك ما تعملش الحاجة اللي إيه بتزعلك بعد كده يبقى تمت التربية تهمت فقام سيدنا رسول الله ما بنى على وجهه إنه ما عجبوش كلام سيدنا عمر فأم واحد من لا ننصر وقال أنفق يا رسول الله ولا تخف من ذي العرش إقلاله فالرسول قال بذلك أمرت فرح بقى فهمت صلى الله عليه وسلم وعنه به قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان رسول الله سلام حييا يعني من حياء النبي لا يسأل شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم كان المدينة مرة فيها موسم برد شديد زي اليام اللي احنا فيها دي بالوقتي وبرد المدينة أشد على فكرة برد المدينة مهما البست يخترقك كده يخش جواك عجيبة يعني أنا حضرت مرة في المدينة في شهور برد كنت تلبس ما ألبس قبل الفجر إلى شروق الشمس دي أبرد فترة في المدينة ما ألبست بردو البرد داخل لك فهيم فيعني برد المدينة شديد فكان فيه موسم من موسم برد المدينة فامرأة من الأنصار غزرت عباءة سوف قوية كده وعطتها للنبي ومحتاج لها فلبسها أول مرة وقف يخطب فإيه قال له أحد الصحابة أعطنيها يا رسول الله فالرسول صلى الله عليه وسلم مجرد أن تهى من الخطبة خلعها ودأي له فقال له الصحابة يعني ما كان يجب عليك أن تسأل النبي هذه العباءة ومحتاجا له وأنت تعلم أنه لا يرد سائل ليه تعمل كتب بأمي لموه قال والله أردت أن تكون كفني بعدما مست بدن النبي أراد أن تكون كفن ويقال أن الذي طلبها مين عبد الرحمن بن عوف إيه المهاجري اللي هو أحد العشرة المبشرين يعني الخلاصة أن النبي كان إيه لا يرد سائل وعنه وعشان كده إيه ربنا قال إيه وعما السائلة فلا تنهر فهو كان متمثل بالآية قبل نزول الآية يعني استمر على ما أنت عليه وعنه بيه قال أخبرنا محمد بن أحمر بن أبي خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة فوطئت بها على رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني يعني كان لابس نعل كسيف نعل إيه يعني قاسي كده من إيه معمول بطريقة نعل شديد فوهو ماشي دس على قدم النبي ويقال إنه هو كان راكب والنبي راكب فاكتربه فنعله حك في قدم النبي والرسول صلى الله عليه وسلم في يده الصوت فقال له بسم الله أوجعتني ودربوا كده بالصوت كويس قال فبدت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله دميرم النبي قال فبدت بليلة كما يعلم الله يعني من الحزن بقى فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان بينجع لي قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس لذلك النبي لست غضبان علي ولحكم العقوبة لي قال فانطلقت وأنا متخوث فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك نفحة بالصوت يعني دربتك نفحتك نفحة يعني دربتك دفعتك كده يعني فهذه ثمانون نعجة فخذها بها فإيه من نبي جفء علشان ألمه بالنفحة الصوت وخوفه خاف فعلشان كده يجبر بخطره قال له خد التمانين نعجة دي وسامحني شفت جمال النبي بس يعني تفهم من السنة دي إيه إنك إذا أزيت إنسان ولو عفوا تصدق عليه هاتله دي ولو كنت حتى عفوا لأن النبي هنا لما نفحه بالصوت كان بيدفع الألم فهمت إذا كان بيدفع الألم ده ده بيسموه فعلي منعكس يعني أما يجي لك حاجة تقلمك تعمل كده على طول من غير تفكير ده فعلي منعكس فهمت إذا عشان تحمي نفسك فالنبي بيحمي نفسه عادي ده من حقه عادي لكن بالرغم من كده شعر النبي لما رجع إنه الراجل تقلم وخاف لأن النبي ليه هيبة فإيه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أنه يزيل الخوف اللي في قلبه والألم اللي حس به وإيه وده له مكانه هدية تمانين إيه ناقة أو تمانين شاء أو نعجة وعنوبي قال أخبرنا يا عقوب بن حميد يعني وإنت مثلا بتربي ابنك فضربته فألمت ابنك شوي والولد بقى كويس هتلو هدية بقى يعني تضربه وتقلمه وبعدين بقى كويس ما تدلوش هدية كمان يعي تربيت إيه دي بقى فلازم ناخد بنا من الحاجات دي برضو واحد مثلا مع زوجته نغزها كده عشان غزته شوية بقى إيه جب لها هدية بعد يومين ولا حاجة عشان إيه جب جبر بخاطرة تصور إنت المعاملات البسيطة دي هتعمل مودة قد إيه بين الناس ألمت واحد من أصدقائك بدون ما تشعر ولا بتاعترو هجيب له هدية هتبصت لقي فيه مودة عجيبة بين الناس عشان كده الناس اللي اتعاملت مع النبي حبته أشد من نفسها صلى الله عليه وسلم لأن اللي عشر النبي شاء الرسول سيدنا علي وليه من خالطه معرفة أحبه فكلما تخالط النبي تحبه أكتر لأن عشرته حلوة صلى الله عليه وسلم وعنه به قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال إن جبريل قال ما في الأرض أهل عشرة أبيات إلا قلبتهم فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس إنفاقا من المال في حال بشريته أما من حال روحانيتي فمن نعمة للأكوان إلا من خلال روحانيتي لأنه رحمة للعالمين فهو اليد العليا التي يخير من اليد السفلة للأكوان كلها من حيث الروحانية أما في فترة بشريته فكان أكثر الناس نفقا صلى الله عليه وسلم باب في تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه بي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكرى ويقل اللغوة يكثر ذكرى الله يعني ويقل اللغوة يعني الكلام فيما لا طائل ولو كان في المباح ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة الخطبة يعني خطبة الجمعة تبقى خطبة إيه؟ وجيزة والصلاة أطول شوي ولا يأنفوا ولا يستنكفوا أن يمشي مع الأرملة يعني لا يأنف يعني لا يتكبر ولا يستنكف يعني ما يكسفش كمان أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما صلى الله عليه وسلم وده من كمال شفقته بالناس أجمعين ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الهمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الهمي وعلى آله وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي والآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين